صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI قبل ما أباليش الحلقة أنا وضيفي الأستاذ جورسولاج بنا نرحب بطلاب دار النور يلي يجوا اليوم الصبح على الـ LBC لحتى يعملوا زيارة الـ LBCI أهلا وسهلا فيكم دوروا مبسوطين أنتم الـ LBC عجبتكم الـ LBC وتحبوا تجوا بس تكبروا وتشغلوا الـ LBCI أهلا وسهلا فيكم طيب نحن نطلب منكم أنكم تغادرونا وتكملوا برموتكم لحتى نحن نكمل الحلقة نحن والأستاذ جورس تفضلوا أهلا وسهلا فإذا بداية يعني راح نبلش نشوف كمان حركة السير على بعض الطرقات مثل العادة نحن دايما بنبدأ بـ AutoStrad Juni AutoStrad Juni عم نشوف عشقة سير باتجاه بيروت وباتجاه شمال الحركة الطبيعية كمان لقطة أخرى على AutoStrad Juni بنشوف ضغط سير كتير قوي باتجاه بيروت أما باتجاه شمال في الحركة الطبيعية منطقة الدورة كمان في عشقة سير باتجاه نهر الموت وضغط سير أما باتجاه الكارنتينة في الحركة الطبيعية بولفار شارل حلو عشقة سير وضغط سير باتجاه الصيفي وسط بيروت وباتجاه المرفأ أما باتجاه تمثال المغترب في الحركة الطبيعية ساحة ساسين بالأشرفية الحركة فيها طبيعية جدا شارع الحمرة كمان لحركة طبيعية كورنيش المزرعة كمان لحركة طبيعية مع توقف عند التقاطعات عم نشوف الطريقة الذي يؤدي إلى نفق سليم اسلام عم نشوف عجقة سير كتير قوية من المدينة الرياضية باتجاه هذا النفق أما باتجاه المطار في الحركة الطبيعية وأخيرا ساحة النجمة بمدينة صيدة فيها حركة طبيعية وكمان ضغط سير بأحد الطرقات المؤدية إلى هذه السحة فإذا بس لأقرأ شواب المؤدمية اللي كتبناها لم يغير خطاب الأمينة العام لحزب الله سيد حسن نصر الله من الساتيكو السائد في داخل البلد فهو أكد على المؤكد وواصل إطلاق المواقف التي تؤكد الثبات على القضايا الداخلية والإقليمية إذا ذلك لا يتوقع أي تطورات جديدة على الصعيد الداخلي بل أن الأمر سيبقى يتراوح بين التوتر والتصعيد والمحاولات الحثيثة للتهدئة منعا للحاق لبنان بقافلة الدول المشتعلة في المنطقة في هذا الوقت يبقى اللبنانيون يتابعون جلسات انتخاب الرئيس غير مكتملة النصاب وتواصل تراكمها وجديد الاهتمامات ما يحكى عن سفينة كانت تتجه من تركيا إلى لبنان فضبطتها اليونان وعثرت في داخلها على مستوع بين من الأسلحة هذا بالإضافة إلى تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش كل هذه المواضيع سنناقشها مع رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ جورج صلاج أهلا وسهلا فيك صبع الخير بداية اليوم في جلسة جديدة الانتخاب الرئيس الجمهورية رقم 36 36 نعم ولا رئيس ولا رئيس مع الأسف بس عم بيقولوا أنه اليوم ممكن يكون في عدد كبير من النواب الحاضرين عم بيجربوا اليوم أنه يأمنوا نصف زائد واحد كرسالة يعني أنه يعني الفرق التي تعطل أو الفريق الذي يعطل انتخابات رئيسة الجمهورية مين هو هذا بإطار يعني التكتيك السياسي اللي لا بقدم ولا بأخير لأنه نحن يعني لبنان اليوم واقع على خط زلازل سياسية استراتيجية نعم بين المملكة العربية السعودية وبين إيران فنحن على خط الزلازل كل ما بيصير فيه حركة زلزلية معينة بالمنطقة نحن هون يعني نتأثر وتتحرك المشاعر وتتحرك يعني العصبيات الوضع يعني هو جامد في سلاجة الانتظار لأنه الاحتكام إلى صندوق الاقتراع في مجلس النواب يعني بعده مستبدل بالاحتكام إلى صندوق الصواريخ والبراميل والرصاص في سوريا بس اديش يعني اليوم الذين تبنوا ترشيح العماد ميشيل عون والذين تبنوا ترشيح النائب السمين فرنجية اديش اليوم محرجين و اديش يعني يستطيعون الاستمرار بهذا التبني الى اجل غير مسمى وشو بدوا يعملون صار الجميع يعني الجميع مزرقين بالخيارات يلي اعتمدوها خاصة بعد الازمة الخليجية مع لبنان يعني التوتر يلي صار او اذا بدك عاصفة السعودية يلي صارت والخليجية الأسبوع الماضي يعني ابعدت المرشحين المعروفين من فريق ثماني قدار كما انه بذات الوقت ابعدت الاستحاء الرئاسي كله سوا يعني لم يعد بالامكان اليوم يعني اذا تم التركيز على موقف لوزير الخارجي جبران بسيل يعني منه هو الشيء الاساسي بهالازمة هاي الخليجية اللبنانية اللي هو تفصيل واحد عالمي يعني من تراكم الملفات تم تحميل الوزير جبران بسيل المسؤولية فيها فبعد فيك تجيب العماد عون رئيسة الجمهورية يعني برأيك مرتبطين ببعضهم مرتبطين ببعضهم والخيارين صاروا بعيد كتير يعني المواقف من الوزير جبران بسيل وكأنها رسالة للعماد ميشيل عون انه نحن لن نقبل أبعدتهم وماذا أبعدت نائب سلمان فرنجي يعني فيه ظروف محلية اليوم لا أحد يستطيع أن يتجاهل يعني التضامن اذا بدك او التعاون او يعني ما يسمى الشراكة استراتيجية الجديدة بين الكوات اللبنانية والتيار الوطن الحر ما حدا بيقدر أنه يستبعد هذا العامل بده يتخذ معا الاعتبار كذلك الأمر على الصعيد الاقليمي هناك يمكن أخطاء تاكتكية تم ارتكابها وفي فريق معني بهذا الاستحاء بيقول أنه الرئيس النائب سلمان فرنجي ربما أخطأ تاكتكيا بموقفين وحدي وقت اللي قال أنه السيد هو سيد الكل وهذا كلام كبير وماذا يعني أنه هو سيد الحريري وسيد السعودي وسيد الجميع السيد سيد الكل هذه كانت نقطة النقطة التانية أنه وما زال مصر علي أنه أنا ما بنزل على مجلس النوات إلا بالتنسيق مع حزب الله إلا مع حلفائي طيب مع حلفائك مش مرشحينك يعني إذا بدك تبلش هيك كيف بدك تنتهي الأمور الحرب في المنطقة هي حرب زاد أبعاد تاريخية وعقائدية وستراتيجية دول مثل ما هي يعاد رسمها رسم خريطها فمن بسهولة يعني أنه ترشح شخص من 8 أدار أو غير 8 أدار لرئيسة الجمهورية وتقدر أنت تحمل هذا الخرق في الاستحاء الرئيسي طب يعني شو الاستفادة فإذا من تكرار هذه الجلسات يعني هل فقط للقول أنه نحن نقوم بمحاولات ومعروف هالمحاولات إلى أين ستؤدي يعني ما بيقدر الرئيس بري أنه ما يدعي له الجلسات متكررة واجبه هو أنه يدعي لا يضل حاطة هذا الملف يعني على النار وموجود على الطولة ولحس جميع الأفريقاء ما بتعرف بأي لحظة من اللحظات ممكن يصير فيه التقاء مصلحة إقليمي إقليمي أو دولي إقليمي ويقدر يمرر بساعة إذا صارت هالالتقاء المصلحة بحدد معه جلسة قبل بساعة صحي هو موضوع يعني نعم هو تحديد الموعد هو موضوع مبدئي وليس موضوع يعني عملي في اليوم النائب وليد جنبلاط يعني يتهكم على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالرغم من أنه عنده مرشح وبالرغم من أنه كمان يعني نوابه يشاركون في حضور هذه الجلسة في عنده عدة تويتات على الأكاونت طبعه ومفرزة فينا نشوفهم واحد وردتاني يعني وعامل كأنه مجلس النواب صاير مثل أوركسترا أنه أوركسترا تعزف وكذا يعني هذا التهكم دليل على أنه يعني حتى النائب وليد جنبلاط لا يؤمن بهذه الجلسات وضرورة العقارة يعني يوم عم نبلش نشوف مثلا ستفتح اليوم جلسة من جلسات العمر في المجلس النيابي عم نشوف خطة شيف دوركستر واحد عم ذا بيكمل كمان بالتويت التاني بيقول الجلسة ال36 للسينفومية الغير منتهية لانتخاب رئيس الجمهورية للأوركسترا والكمان لصاحبها عبداللهيان يعني كمان هنا لاطش الإيرانيين صحيح وبيكمل كمان النائب جنبلاط بيقول يعني هالأوركسترا يتخللها صحبات أوبرا للتنور الشهير أنري حلو وفرقة اللقاء الديمقراطي كمان يعني جماعتم رايحين بالضرب يعني هذا اسلوب جميل يعني من الأدب السياسي الساخر بس هون أحلى وحدة يمكن لكن البريطان المعروف نهاد ترامب سيكون له وسط الختام يعني عامله مثل المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب وحطط له كمان شعر مستعار فيه شوية شبه يمكن بيشبهه طريق طالب بيشبهه وبيكمل كمان وللأسف فإننا سنفتقد سحبات الباس لعون فهو في جولة في الروابي وبيختمها بالقول ووصلات المنفرد على العود فرنجي من بلاد صغار تزوي يعني كمان هذا كلامه للأستاذ وليد جمبلاط بيعكوص حقيقة برج بابل السياسي بكل معنى الكلمة هناك برج بابل في المنطقة وهناك برج بابل في لبنان يعني ما بقى حدا عم يفهم على حدا ولا حدا يعني عارف يلاقي أي بصيص أمل بهالتونالي اللي فتنا فيه من 3-4 سنين منذ نشأة يعني الحرب السورية والنزاع الدموي الكبير بالمنطقة لحد اليوم المسألة مننا بسيطة يعني في حرب عسكرية وأمنية واستراتيجية بالمنطقة وبلبنان في حرب سياسية وأعلمية ونفسية تشكل صدى لهذه الحرب بالمنطقة وهذا بفسر يعني النزاع الكبير ويعني جمود الوضع الداخلي والاحتئان الكبير يلي عم نشوفه على رغم كل المحاولات التهدئة طيب ما زال فيه يعني فيه رغبة بالتهدئة من جميع الأطراف طيار مستقبل حزب الله وجميع اللبنانيين وفيه غطى دولي للتهدئة ما هيك وفيه جهوزية كبيرة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام طيب هذه التهدئة لماذا من نحن نستكملها بمنع انهيار الكيان اللبناني الهيكل اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات اللبنانية بس مين عم توجد هذا الكلام سيد جورج هذا الواقع يعني اليوم نحن ندفع فتورة الحرب الدائرة في المنطقة عظيب يوم فيه ناس عم تجي بتقول طعوا ننزل على هالبرلمة وفيه مرشحين أو ثلاثة والنقي شخص الرد على هؤلاء بيكون أنه لا المسألة مش به هالبساطة أنه عند الطيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بيقولوا لا نحن بننزل ننتخب العماد ميشيل عون لأنه العماد ميشيل عون هو الذي يمثل الكثيرية المسيحية حزب الله بيقول أنه كمان بده إجماع على العماد ميشيل عون هذا هو السبب المعلن ومن ناحية أخرى الفرقاء الآخرين يعني مثل طيار مستقبل بيقولوا ننزل ونبقى يربح يربح صحتين على ألو بقى هنا اليوم هل كله عم بغطي بهذا الكلام عدم القدرة على الانتخاب طبعا طبعا تمسك حزب الله بيقول عماد ميشيل عون بغض النظر أنه هو تمسك أخلاقي وسياسي وهو يخفي فيما يخفي عدم النية في الزهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل الحصول على إذا بدك أسمان سياسي إذا بدك قتاله في سوريا لدوره الكبير في المنطقة لدوره الكبير في لبنان عم نشوف حزب الله نحن أنه يتمدد أكتر وأكتر عم بيحط إيده على المؤسسات الدولة أو ما بدهو الحط عم بيحط إيده بس أنه فوزه عم يكبر أكتر وأكتر على مؤسسات الدولة حتى أنه فريق 14 أدار يعني صار هي مجموعة فرقاء صغيرة تفتت صار يعني يخضع يقبل لهذا الأمر الواقع ما بقى فيك تعين موظف بسيط غير ما تاخد رضا حزب الله ما بقى فيك تاخد أي قرار بمجلس وزراء إذا ما كان حزب الله موافع يعني حتى شو بدك أكتر من هيك أنه مرشح لرئيسة الجمهورية وعنده الأصوات الكافية لا يطلع ما بينزل على مجلس النواب لأن حزب الله غير راضي بتمرير هذه صفقة بس المفارقة أنه سيد حزن نصر الله يعني صار له خطبين أو ثلاث يقول نحن ما بدنا شي لا بدنا سلي ولا بدنا ولا بدنا ولا بدنا ولا بدنا نعمل مؤتمر تأسيسي ولا بدنا نعمل سبع أيار جديد كل هؤلاء الأمور عم بيقول لا لا حزب الله بده إعادة خلط توزيع السلطة بلبنان بده أول شي قانون انتخاب جديد يلعمه في مرحلة ما بعد سوريا ما رح يضل حزب الله حامل سلاحه خمسين سنة ومئة سنة لقدام بده ضمانات لعله هذه الضمانات هي ضمانات سياسية ولاست ضمانات عسكرية وأمنية سلاحه ما بيعمل ضمانات من مين يعني ضمانات سياسية بده ياخد ضمانات من السلطة اللبنانية بالنظام اللبناني بده ياخد ضمانات نتيجة ما يعتبره انتصار لإله مش لأنه هو بحاجة لضمانات نسوا هو بحاجة لضمانات طبعا طبعا بحاجة لضمانات الذي يمتلك هذه القوة وهذا النفوذ القوات اللبنانية ما كانت تملك القوة والنفوذ مين كان أقوى من القوات اللبنانية أثناء الحرب فاضطرت أنه تسلم سلاحها وشفنا شو صار في دفع أسمان فيما بعد محل تسليم السلاح يعني سيناريو ما جرى مع القوات اللبنانية قد يجري مع حزب الله مش بالضروري بذات الطريقة ولكن حزب الله عنده مخاوف وهو من حقه أنه يفكر أنه كيف يضمن هو بالمستقبل يضمن حزبه يضمن مصالحه يضمن مصالح طيفته يضمن مصالح خطه السياسي وهذا شيء مشروع يعني ما أنه شيء يعني غير مشروع ولكن أنك تعطل أنت دولي بكاملة بكل مؤسساتها وتعرض لبنان بكل لحظة للاحتزاز يعني هذا موضوع بده إعادة نظر فيه يعني التهديئة ما لازم تكون مبارح شوفنا نحنا كان في إصرار كبير على التهديئة من السيد حسن نصر الله وهذه التهديئة هي إذا بدك استكمال للاتفاق يلي تم بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري يوم التنان بالليل الحزب الله كان هو أوكل إلى الرئيس بري ملف الحوار تهديئة الأمور مع طيار المستقبل وحتى مع المملكة العربية السعودية وبناء على هذا الاتفاق طلع مبارح السيد حسن نصر الله وواجه يعني توجه إلى غير قواعده إلى كادراته إلى أنصاره وهو مصموع الكلمة هنا يعني هون شي اللي ما عم تقدر تلاقي له تفسير أنه اليوم أنت تسعى إلى التهديئة وعم تعمل حوار صنائي مع طيار المستقبل من أجل تنفيس الاحتقان المذهبي ومن أجل الحفاظ على السلم الأهدي طيب بذات الوقت وقت اللي بيصير فيه هال هال حملات السياسية والإعلامية أو هذا الخطاب السياسي العالي النبرة تجاه المملكة السعودية عم نرجع نحنا نهدد به هالاحتقان هذا يرجع كمان يزيد خاصة أنه هالاحتقان المذهبي هو على فوه تبركان بس بهذه النقطة استير جورج اللي عم بتقوله صحيح أنه اليوم من وقت ما بدأ الحوار بين تيار المستقمر وحزب الله وكان عنوانه تخفيف الاحتقان هذا الاحتقان استمر لم يخفف استمر على خلفية الأزمة السورية استمر على خلفية المواقف المملكة العربية السعودية استمر على خلفية انتخابات رئيسة الجمهورية في لبنان وغيرها من القضايا هذا الاحتقان لم يخف ولن يخف باعتبار أنه ستتواصل المواقف السياسية من الطرفين على خط زلازل بين إيران وبين السعوديين أي اهتزاز على هذا الخط لبنان فورا يهتز وبتعرف الزلزال يعني أواد بتكون يعني عواقبه مدمرة وأواد بتكون عواقبه يعني بتقطع بسلامة لحد اليوم عم نشوف نحن أنه الحمد لله عم تقطع بسلامة ولكن هذا الأمن تعبان يعني شو مبرر هالفوضى يلي صارت باليومين الماضيين لي يعني انهاك وارباك الجيش والقوى الأمنية يلي هي مستنفرة كان على الحدود ولا على الداخل لمواجهة الإرهاب بس مجرد لإرسال إشارات أو لإرسال يعني رسائل معينة يعني الرئيس الحريري فاتحوا للرئيس بري أنه أنا بهذا المناخ يعني كيف بدي كفي حوار صنائي مع حزب الله أنا غير قادر أن يكفي هذا الحوار الصنائي جوابوا الرئيس بري أنه شو البديل هذا البديل بدك هذا الشارع يعني بس كمان حزب الله بيقول أنه ما حدا يمنننا أنه عم بيحورنا هو أكتر من حوار يعني تيار المستقبل مش بس عم بيحاور حزب الله للتهدئة ولا السلم الأهلي تيار المستقبل هو عم بيطارد كل الشبكات الإرهابية وعم بيعتقلها وعم بيفككها وهذا ما يخدم لبناء مش بس يخدم حزب الله يخدم لبناء طيار المستقبل يعني من خلال أجهزة الأمنية طبعا من خلال وزارة الداخلية من خلال أجهزة الأمنية طبعا كيف لك كيف لك المطلوب تهدئة على كل المستويات ما فيني أنا أجي أتفي مع طيار المستقبل أو مع حزب الله نتفي وأطلع أنا هاجم إيران أو أطلع هاجم السعودية يجب وقف لبنان كمنصة لإطلاق الصواريخ السياسية والإعلامية وإطلاق الحرب النفسية في أتجاه الدول الإقليمية لأنه نحن نتأثر شعبنا يتأثر من قسم في ناس ألبا وعطفتها هون وقلبا ناس ألبا وعطفتها هون مع الأسف فأدنى لغة العقل نحن اليوم بعصر التكفير يلي أضي على التفكير ما بقى في تفكير في تكفير في تكفير ديني تكفير إرهابي بيقتل الناس مثل التكفريين يلي عم نشوفهم بسوريا وبالعراق وفي تكفير سياسي هالتكفير السياسي يلي بيزيد الاحتئام وبيهدد بالتهاب الشارع والفوضى بأي لحظة تخلي طيب يعني بظل هذا الكلام اللي عم تحكي عنه برز مبارع خبر هذه السفينة التركية التي قيل أنه كانت تحمل عدة مستوعبات من بين مستوعبين كان بيدخلهم أسلحة وكانت متوجهة إلى لبنين يعني المعلومات المتوفرة ما بارث مش كتير واضحة بهذا الموضوع بس أنه خفر الصواحل اليونانية أوقفوها وعثروا على الأسلحة بداخلها يعني هل هي أسلحة كانت برأيك موجهة إلى القوات المعارضة السورية عبر لبنان أم أنه كانت بالفعل جاي لأطراف لبنانيين أو للداخل اللبنانيين في حال تأكد كل هذا السيناريو لازم أول يعني يجب انتظار التحقيق الرسمي مع الموقفين بالموضوع طبعا هونيك يعني بيقدروا يعرفوا كل التفاصيل وبتقدر اليوم الأجهزة الأمنية اللبنانية عند أتصالات معهم بيقدر يعني يتواصلوا ويحصلوا يعني على مضمون التحقيقات التي بدأت تصير بتبينها على كل حال هذه الرواية صحت ولا ما صحت ولا ممكن تراحوا إلى آخر هي جزء من الحرب الأمنية الدائرة بكل معنى الكلمة اليوم الأزمة يلي صارت السعودية إذا بدك اللبنانية يلي بأسبابها عديدة وكتير هي كمان يعني نتيجة التراكمات بيقول بروس ريدل يلي هو مدير مشروع الاستخبارات بمعهد بروكينغز أنه يلي خلى هال المناخ السعودي يعني بلش هالمناخ هذا التوتر وقت اللي تمكنت المخابرات السعودية من اعتقال أحمد إبراهيم المغسل بمطار بيروت وقت اللي كان راجع من طهران يلي متهم بتفجير الخبر متهم أنه هو العقل المدبر لتفجير الخبر ضد مسكنة القوات الجوية الأمريكية يلي روح التسطة عشر قتيل وهو يعني صر له خمسة وعشر سنة ستة وتسعين الخبرية وهو كان يعني صار له تقريبا خمسة وعشرين سنة بالمخابرات الإيرانية والأجهز الأمنية الإيرانية هذا التوقيف والتحقيقات اللي صارت معه بدون شك بتشكل ضربة كبيرة للجهاز الأمني الإيرانية وحزب الله بزيت الوقت يعني والحرب هيدا الحرب الأمنية المخابراتية مش من جهة وحدة من جهتين كمان خليط الكوات اللي انكمشت لحزب الله عظيم والشي اللي عم بصير باليمان يعني في حرب أمنية مخابراتية بين الجهتين هذه الباخرة هي فصل من فصول هذه الحرب كان في ضلع يعني كمان الجهاز أبدي لبناني بتوقيف المغزل تعرف أنت أمور المخابرات والأمن ولا بصير في تداخل وبصير في تشابط بالأمور من هون كمان من هون هذا الأمر فاقم الحملة في لبنان بين تيار ومستقبل حزب الله هي فصل من فصول الحرب الأمنية المخابراتية الخفية يلي ديرها على مستوى المنطقة هناك حرب أمنية مخابراتية خفية بين حزب الله وبين المخابرات الإسرائيلية من جهة بين حزب الله ومخابرات يعني أكتر من دولة عربية وإقليمية وكذلك الأمر مع أجلة مخابرات عالمية يعني ساحة ساحة مفتوحة لللعب الأمني فالشي اللي صار باليونان قد يكون جزء من هذه الحرب الأمنية يعني في رأيك المغسل كان مصدر مهم للمعلومات طبعا أطلعوا السعوديين على معلومات كتير كبيرة أو انتزعوا من السعوديين معلومات كتير كبيرة قدت إلى المزيد من التوتر هيك بيقول هيك بيقول يعني بروس ريدل طيب اليوم يعني صار في قناعة عن كل الفرقاء اللبنانيين أنه هذا استاتيكو الذي نعيشه مستمر ولكن مثل ما قلت نحن نرغب بالحفاظ على الهدوء في هذا البلد بداش في قدرة عند اللبنانيين واحدة للحفاظ على هذا الهدوء المظلة الدولية بعدها موجودة المظلة الدولية موجودة وعندها سببين أساسيين ولكن هذه المظلة الدولية غير كافية لأنه من الممكن أنه يفلت الشارع بأي لحظة تخلي بأي لحظة تخلي ممكن يفلت الشارع ما ننسى نحن أنه صحيح يعني الرغبة الأوروبية والأمريكية بالحفاظ على الأمن بلبنان ليس محبة بلبنان وإنما لأنه عندهم مصلحة مباشرة بأنه يظل لبنان واحدة للأمن والإستقرار ليه أولا صارت كل الناس تعرف أنه اليوم لدينا أكثر من مليون مليون ونص نازح سوري على أراضينا لك الأمر عندك أكثر من 500 ألف فلسطيني موجودين اليوم هون إذا بيصير في احتزاز كبير للأمن بلبنان هالنازحين بدون يتدفقوا نحو الحدود الأوروبية ويرجعوا يخلقونهم أزمة هجرة كبيرة كتير مش قادرين دول أوروبية يحملوها والرسائل يوميا للسلطات اللبنانية ولكل القوى السياسية اللبنانية بتشجيعون وشو بتكون دعم والآخره بس الأمن والإصطرار ما يهتز ده ما يحملو عبء تدفق النازحين السوريين لأوروبا هاي دي نقطة بمصلحتهم طبعا بتصب بمصلحتنا كمان هناك نقطة تانية كمانة مهمة جدا هاي دي وهاي دي نقطة غير معروفة وهي أنه المحطات الأمنية المخابراتية يعني بكل سفارة اليوم في محطة مخابراتية بتكون فهالمحطات المخابراتية كان بسوريا ولا بالعراق أو بغيرة من هالدول يلي عم تتعرض للحرب للنزاعات الدموية سكرت هذه المحطات وانتقلت إلى لبنان عم تشتغل من لبنان هذه المحطات يعني الروس والأمريكان فرنسوية بريطانية ألمان كل العالم عم يشتغلوا من لبنان إذن هني اليوم هون وعائلتهم هون بدهم يعني بدهم ساحة مرتاحة أمنيا فيها حد أدنى من الاستقرار لا يقدر يقوموا بوظائفهم ويقوموا بمهماتهم يعني مثل ما بيقولوا أنه لحتى يستغلوا يعني وضع لبنان بالمسائل الأمنية اللي إلي علاقة بالمنطقة يحفظون على هذا الهدوء طبعا لأنه اليوم اللواء الروسي ضابط يعني برتبة اللواء الروسي موجود اليوم بالسفرة الروسية بباروت يلي هو عم بيدير يعني إذا بدك الأمور والعلاقات بين سوريا بين هون بين الأردن يعني يتنقل هو بس هو عمليا موجود هون طب كمان يعني في كمان دائما حكي أنه اليوم إذا بيصير شيء بلبنان أنه ما في لبنانيين رح يقاتلوا بوجه حزب الله أو ما في طيار المستقبل يقاتل في وجه حزب الله هناك منتطرفين هناك سوريين هناك فلسطينيين سيقاتلون حرب بمعنى الحرب ما في ما في حدا يحارب حدا يعني أولا حزب الله غير وارد عنده أنه يحارب ومبارح كان واضح وصريح السيد نصر الله أنه ما تحكوا لا حدا لا في سبع أيار ولا في اشتياح ولا في مشاكل ولا في يعني ما في نية بالقتال أساسا مين بدك تقاتل مين طرف تاني بدك تقاتلوا ما في طرف تاني إلا طرف تاني هو الجيش أكيد ما هي قاتلوا الجيش بعدين ما ننسى كمان حزب الله اليوم أنه حمله بسوريا هو حمل كبير ما نهيين حزب الله ما بده إرباك بالداخل وهو يعني عم يدفع الغالي والرخيص عم يدفع دم أغلى شبابه بسوريا وما ننسى نحن أنه كيف حصل التدخل الروسي بـ 30 أيلول الماضي بسوريا سؤال كتير بسيط لو ما حصل التدخل الروسي شو كانت النتيجة حزب الله على حزب الله تحديدا شو كانت النتيجة كنا عم نشوف نحن قبل تدخل الروسي تدخل الروسي حصل لوقف انهيار جيش النظام السوري صحيح مضبوط صحيح طب لو ما حصل هذا النظام شو كان عم بصير كان فيه انهيار بسوريا ما كان فيه انتصار إذا الحزب الله مع التهدئة وهو يجد بالتهدئة وهو ما بده لا يقاتل حدا ولا يحارب حدا ولكن بذات الوقت إذا بده يصير فيه يعني نوع من الخربطة بالأمن هيك ما بتعرف شو بصير ما بتعرف شو بصير خلني أخذ أول بريك إعلاني ومنتبع نهاركم سعيد ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الال بي سي مع رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ جورس سولج طب فيه تعيين جديد لمدير المخابرات كما يبدو يعني يعني كان من المستغرب أنه بعد ما استلم الزلمة أنه أستاذ وليد جمبلاط يعني أنا عودة رستم غزيلي البوريفاج يعني هون فيه انفصام إذا بدك بهذا الكلام لأنه العميد كاميل ظاهر مدير المخابرات هو أولا رجل وطني ولبناني ما حدا بقدر يزيد عليه لا بالسياسي ولا بغير السياسي رجل خدم بالألوية المقاتلة خدم بأفواج تدخل المقاتلة أصيب مرتين حائز على وسام الجرحة ووسام الحرب والعديد من الأوسمي والتنويهات رجل يعني عكاري بكل معنى الكلمة طيب احكموا على الشخص بناء على أعماله أنه بنهاجم الشخص بعد ما استلم بعطوه فرصة أول شي وتاني شي اليوم أي شخص مسؤول بده يجي بدنا ندعمه نعطيه معنويات ونشجعه وبعدين منحاسبه مش من قبل باستلم بلش نقوس بلش نقوس علالة الزلم عم بقوس بين إجراء يعني شو عم ترعبه ما بينرعب العميد كاميل ظاهر منه من الأشخاص اللي بيخافوا حكموا عليه بعد ستة شهور طيب ليش برأيك هذا الهجوم من قبل النائب وليد جملاط هل باعتبار أنه يعني هو كمان ربط المسألة بمسألة المحكمة العسكرية والضباط الذين عينوا بالمحكمة العسكرية وما حصل من الإفراج عن أن والرعب ي行 النائب وليد جملاط ربط بين هذه الأمور نعم هو ربط بين هالأمور بس هي ما الاعلاء ببعض لأنه هو العميد كاميل ظاهر ما تروح اسمه لمدرية المخابرات من أكتر من سنة وسنتين ما تروح اسمه لها المهمة لأنه هو يعني ثبت عن كفاءة وعن جدارة هو مدير مكتبه لقائد الجيش وهو طبعا بكرا العالم تحكم على شغله كمان بركي لأنه يمكن النائب باريجون بلاط بير أنه مخابرات الجيش يعني مسيطر عليها من قبل حزب الله ولا قائد الجيش مسيطرين عليها حزب الله طبعا وفينا اسمه تبير هك يعني اعتبار بغير محله طبعا هو يعني كشخص هو شخص محاور بذات الوقت منه متهور شخص بيعرف يتواصل وهيدي شغلة كتير مهمة ببلد مثل لبنان أنه إنسان مش مطلوب يجي ويفتح النار على العالم لا أكيد هو مطلوب يجي يكون عنده حكمة يكون عنده تواصل يكون عنده قنوات يكون عنده تاريخ يتمكن من الشغل والحفاظ على الأمن بالبلد طبعا ما جاي هو يعمل مشاكل هو جاي حل مشاكل طب فيه معضل يعني دائما بمسألة الأجهزة الأمنية وفيه مشكلة دائما بمسألة الأجهزة الأمنية كل ما بده يكون فيه تعيين في مشكلة وكل ما بده يتعين ضابط بداي بده ينحكي عنه شي سلبا شي إيجابا هذا التدخل السياسي بمسائل أجهزة الأمنية يخربط لشغلة تدخل السياسي في كل شيء في لبنان المشكلة الأساسية هو الزهنية السياسية التي تضع كل شيء في إطار مصلحة الشخصية القوى السياسية تضع مصلحة الشخصية قبل كل شيء في انتخابات رئاسة الجمهورية في الحكومة في التعينات بكل شيء بينما المطلوب هو أنه نوضع المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية بتنحل 90% من مشاكلنا اليوم موضوع النفايات لو ما في خلاف لمصالح شخصية كنا غرقنا البلد بالنفايات والأمراض وفرجينا هالصورة البشعة هالعجز الكبير على شاشات التلفزيون العالمية سيد فضيحة مدوية وهيك كأنه عم تقطع هادي مش مش فضيحة هادي جريمة ضد الإنسانية كأنه عم تقطع يعني هادي جريمة ضد الإنسانية يعني ما في حدا يعني متلى مثل سلاح الكيموي الليوم يعني هلا bases الناس بيقولون انا رأح守estabنوا بلغ بالحكي أنا مش تلوث أنه جمعانا تلوث ضخمة اسألوا العلماء اسألوا الأطبا اسألوا العالم شوفوا اليوم شوفه بالمستشفيات شو الحالات الجديدة اللي عم تبين حالات الوفاة اللي عم تتسجل وما بيعرفوا من شو في زملاء لقلنا فاتوا على المستشفى وماتوا بالمستشفى وما عرفوا من شو طيب يعني هذه المشكلة معقول انه نبلش اول شي بدنا نعمل مطامر وبدنا نوجد حل بعدين مروع على الترحيل الترحيل بيطلع فضيحة نرجع هلأ من نرجع نحكي عن المطامر عن جديد وحتى الساعة لم نتوصل الى اي نتيجة تذكر عم نسجل تأدم بس تأدم بشو المشكلة لا قرار فيه مافيات عم تفرض فرض ارادتها ورغبتها وبالمقابل فيه لا قرار هاي المشكلة القرار السيء افضل من اللا قرار لا قرار عند الحكومة طبعا ياخدوا قرار انت حكومي شغلتك تاخدي قرار مش شغلتنا نحنا ناخد قرار مش شغلة الجمعيات البيئية تاخد قرار نحنا شغلتنا نعبر عن رأينا بس شغلة الحكومة شغلة السلطة هي انه تاخد قرار بهذا الحجم انه شو ناطرين عم تكبر الكارسي تكبر 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 ما عم يسترجوا يواجهوا المافيا السياسية اللي بده تعتبر النفايات هي منجب دهب عظيم شو بده هذه المافيا السياسية اليوم النفايات موجودة بالشوارع سوكلين بعدها عم بتلم جزء من النفايات او كل النفايات لما طامر ولا من يحزنون هي مكبات مكبات شو ناطرين اليوم ناطرين يلاقوا مطمر عن جديد ولا ناطرين يشوفوا بدي يقسموا ما سيترتب على المعالج الجديد من اموال بمنطقة الشمال مدبرين حالهم في مكب مكب بصرار مكب لصحي ولا شي مدبرين حالهم صيدة مدبر حالا في معمل اللي بقاء عملاقين طريقة الاخرية وكذا اللي اكلينها بيروت وجبل لبنان عظم هالمشكلة هاي هاي المشكلة بلشت بالاساس بمشكل مفتعل لانه اساسا مطمر النعمي اللي هو مطمر بيئي على مستوى دولي حسب ما بيقولوا الخبرة كان قادر على استعاب بعد 11 شهر لقدام سكروا المطمر تسكيل سياسي كامل رجعوا الكوستا برافا ممنوع ما في سرار ما في حطوا هاي مقبل هاي اذا انتو اذا انتو بتفتحوا عنكم احنا بنفتح عنا بس هي الهدف الاساسي طبعا من الاساس هي موضوع مالي اول من طرح اذا تسمحني لخبرك قصة صغيرة بس اول من طرح موضوع الترحيل نفايات اللي طرحه احد الوزراء بالحكومة صحيح عنده وزير كاتوليكي وزير كاتوليكي باياك و اول حرف من اسمه الاحكيم حضرتك تعرف انه حتى باخر صفقة اللي كانوا بديو يخدوه على روسيا كانت الجمهورية عم بتقول جريد الجمهورية كل يوم تقول انه هذا الخبر مش مزبوط و مصادر رسمية روسية نفت اصروا بالحكومة انه لا رح تروح على روسيا و اصرنا انه لا ما رح تروح على روسيا و ما رحت على روسيا احد الوزراء المعنيين بهذا الملف بيقول انه كان فيه 40% سمسرة في عملية الترحيل الى روسيا من اصل 210 مليون دولار فيه 40% كان سمسرة بهذا الملف و اساس المشكلة وقت اللي عم بيحقوا كانوا بالترحيل هذا الوزير عنده معارف عنده صديق بالمانيا عنده معمل لمعالجة النفايات بيتصل فيه و بيسأله بيقوله انه فيه عنا مشكلة باللبنان كيف ممكن نتساعد هل ممكن الى اخر بيقوله انا هو لبناني صاحب المعمل بالمانيا بيقوله انا على قد حالي ما عندي الامكانية ياخد من لبنان ولكن فيه معامل كبيري عنا هون بالبانيا ممكن انه هن يساعدوك اذا بدك تواصلوا معهم فهالوزير بيتصل بالسفير الالماني صح وبيشمع مع السفير الالماني هادي خبرني ايها بمقابلة اه خبرك ايها لا بس كمل كمل مشان المشاهدين يعرفوا كمان فبيحكي مع السفير الالماني لا يأمن له التواصل بيقل له السفير الالماني بيقل له طبعا السفير الالماني غير اللي هلأ موجود خلصة مدده راح فبيقول انه انا خبرني ايها السفير الالماني مش الوزير لانه سيئة بتنعمل سبور بزيت النادي بالكولينا فبيقول له نحنا كالمان ما قلنا رسميا ما قلنا اي علاء بهذا الموضوع تانية نحنا لا ننصح ولا نشجع بهذا الخيار يعني هذا ما تفكروا موضوع سهل وبسيط ولكن بدكم ارهم تليفونات والكونتاكتس بالمانيا بنعطيكم ما في مشكلة وكذا واز مساء يتلقى السفير الالماني اتصال من مرجع سياسي بيقل له ليش عم تحشروا انوفكم بنفاياتنا السفير الالماني ويتلقى المرجع السياسي يلي هو مسمى الوزير بالحكومة كمان اتصال معتبي من المرجعية السياسية كم سفير بيعملوا معك سبورويل هاك هاك دون اخبار منه هاك بس هاك الصبح لنخفف شواء عن الناس بس ولا شك أزمة متفاقمة وأزمة متواصلة هايدي كارسي وجريمي ضد الانسانية ضد اللبنانيين هاو يحمل رئيس الحكومة المسئولية كبير بهذا الموضوع الحكومة كلها تتحمل المسئولية لازم ياخدوا قرار ما فيهم ينظلوا يكبوها هيك اذا اخدوا قرار بسهم ينفزوه ينفزوه شو ما ينعوه ينفزوه اخذوا قرارات بالسابق تنزل مظاهر عشرين ثلاثين واحد يخربتونه من قصة هن وقت اللي بدون يقرروا في الحراك المدني شو منعمل فيه هن الارهابيين الارهابيين وعم بيكمشون وحطوهم بالحبوسة ما كمان ياللي بدي يمنعك انت تحط بيه المطامر او المكبات بيه طريقة بيئية كمان هو عم بيرتكب عمل مخالف للانون كمان بتحاسب عليه شو فوضك اللي بين ايده وقلوك اللي واحد بيعمل مثل ان بده باللبنان كيف القصة هاي مين ما بده بيركب على الموتسيكليات بينزل بالشوارع وبيهدد السلم الاهلي بخمس دقايه وبيربك القوى الامنية وبيربك البلد كله سوا شو بده لتولع بتصير العالم خفاني ومرعوبي طبعا اذا طلع شاب من الشباب محمس شوي وراسه حامي واليوم نحنا زمن الرؤوس الحامي طبعا زمن الرؤوس الحامي الهتفات اللي تسمعها واللي كمان بتطلع وتتوزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها الجو نحنا تزيد من الاحتقاء على فوهد بركان العالم عم تغلي حتى الكلام المحيد والمستقل هو كلام مرفوض صار عند العالم ما بده مع انه ازمة النفايات يعني تطال كل الناس عفوا تطال يعني كل الفرقاء كل الناس يلي بينتميوا ل 8 ادار و 14 ادار وغيرهم مصابين بأزمة النفايات يا استاذ بسام بس ليش في هذه القوة ما بتفرض شو هالمشهد المخيف انه حط اللي زبالي عراسي بسكوت بس قوة عجيب سيرة الزعيم طبعي بخروب الارض معقولي هذا المشهد هذا لبنان الحضاري هيدا لبنان الفكر هيدا لبنان النور هيدا لبنان الحريني لانه هيدا الزعيم عم يجي بيقوله انا الحل طبعا النفايات عندي اذا ما بيشوا بيحل النفايات لانا بكترحوا معناتها هاو دي الجماعة عندهم صفقة وعملين فضيحة مشان هيك لانه كل زعيم بيقول انا ما بيقوله كل واحد على ما زبلته صياح بيقول انا اللي بحله على كل حال هلأ وصلت على محل ما بقت انحمل اكتر من هيك اكتر من هيك شو ممكن يصير يا سيد جوش الناس يعني هلأ الرئيس تمام اسلام ماكسموم بعد بيعطي مهلة اخيرة لموضوع ليبط وضعه هيدا معلومات ولا تحليل لا معلومات هو كان رايح باتجاه انه بكرة بمجلس وزراء انه هيدا خلاص يعني يا هاك يا بوقف بعلق جلسات مجلس وزراء از ما بتكون تمشوا موضوع النفايات مش بيلاقي حل هو بيعلق جلسات مجلس وزراء وتبقى الزبالي بالطرقات ما هذا اللي عمل لك يا انه خيب الحكومة لا قرار ما بصير لماذا شقولوا كل هالفورقاء نحنا دعمين للقرار اللي بيتطخل شو هده يا تسلي لماذا بياخدوا قرار كل وزير بالحكومة هو مسؤول لو كان خي كل وزير بالحكومة هو مسؤول عم يوضع طاولة مجلس وزراء صار له سنة وما عم بياخدوا قرار ما بصير هاي الوزير اشرف ريفي استقر رجل مبدأ ما بتكون تطرحوا بند ميشيل اسميحة مجلس وزراء اصطقل 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 لا لن اكون شهيد زور اللا قرار يعني الوزراء مع احترامي الكبير لرئيسهم وللوزراء كلهم هن شهود زور على طاولة مجلس وزراء في ملف النفايات هل ملف النفايات يدفع الرئيس تمام سلام للاستقالة او للاعتكاف اعتكاف مكسيم يعني هو مهدد بالاعتكاف لانه قلعك اذا بتجي للرئيس السلام والله كان قدم استقالته من زمان مرتاح لانه حامل صليب الزلمي على ظهره يعني وعم بيتحمل كل شي بصبر يعني حتى صرنا نلومه على صبره يعني ما بقى الداة بيحمل انسان انا ما شفت انسان بيحمل مثل ما حامل الرئيس تمام سلام ولكن صار بدنا فعل ما بقى بدنا صبر هلأ الصبر رح يخذنا على القبر موضوع النفايات ما بقى ينمزح فيه ما بقى ينمزح فيه يعني بانتظاري ايجاد اماكن المطامر استاذ برسام اليوم اسبوع الماضي طرح دولة الرئيس ميشيل المر مشروع اجوه قالولو هيدا المرسوم اللي طرحته ملغة لا هو نعمل عقد اذا بدك نعمل عقد رسمي بين اتحاد بلديات المتن وبين شركة لبنانية هي تنتمي الى مجموعة شركات استرالية ومعروف استراليا انه هي عندها خبرة كبيرة بمجال معالجة النفايات يعني هي حتى تتقدم على الدول الاوروبية في موضوع البيئة وفي هذا الموضوع بالزيد فهذا العقد بس بعده بحاجة هلأ لموافقة السلطة المعنية يعني سلطة الوصائية سلطة الوصائية وهو جو ايجابي يعني فيه وعد انه الوزير نهائد المشنوع اللي كان كتير ايجابي تجاه المشروع يوقع عليه وهذا ترامب والرئيس تمام اسلام هذا المشروع بكل بساطة ايجا يقولك انا خلال 15 يوم بشيل كل النفايات من الشوارع بيخدع على الموقع اللي بدي اعمل فيه المعمل وبيدي بلش حضر المعمل خلال 6 شهر بس انا بعد 15 يوم ما بقى فيه نفايات بالمثل هيخطي اولى البلديات ما بتدفع على الطون اكتر من 25 دولار اول سنة تاني سنة 15 دولار بعدين مجانا وبالسنة الخامسة بتصير الشركة تدفع على البلديات 12 دولار على الطون عال شو ناطرين لك حيما بيمشوا بهالاقتراح هذا الاقتراح في حال نجاحه ورح ينجح هذا الاقتراح نموذج لتعمله على كل المناطي على كل المناطي اللجمينية وهيك تعمل مركزي بمعالجة النفايات بتقول لي هيدا الشركة هي انه شو كاريتاس يعني لا جاوب مدير الشركة انه نحنا منبيع الطاقة منبيع كهربا لان نحنا عم نولد كهربا هذا المعمل يولد الكهربا من معالجة النفايات خلينا نشوف حتى كمان شركات النفط يعني كانوا تحدثوا عن مشروع له علاقة بالنفايات لانتاج وقود من هذه النفايات واستخدامها في لبنان صحيح يعني استاذ مارون شماس بعتقد في دراسات عم تجرى هلأ مشان يعملوا هيدا يعملوا هيدا المشروع صحيح هي مشكلة مش بالعلم وبالمشاريع هي المشكلة بعقلية الصفاءات انه اذا انا ما طلعلي شي مربحت انا ما بمشي شي كل شي بقوص عليه يعني بعض القوى السياسية تتمترس خلف شعرات معينة وقاعد يتقنص على اي مشروع بده يصير بالبلد ان كان سياسي او انمائي او اجتماعي اذا ما كان هي طلعلي الحصة شو تغير بمسألة النفايات يعني ما كان فيه مستفيدين قبل ما يسكر مطمر النعمة ما كان فيه مستفيدين صار فيه فتحة شهيد ناس اخرين يعني بدون حصص اضافي حصص اكبر وصار فيه على الناس بدون يستفيدوا اكتر طبعا موضوع فيه مئات ملايين دولارات مش انه المسألة ولا لانه سكر المطمر نحنا بدنا نشوف شو بدنا نعمل ولو بلد كله واقف على مطمر واحد ما فيه معالجة سنة وقبل مننا بسنة كان فيه انذار ما بدنا نسكر نطبق يعني صارنا سنتين طب اليوم لشو بألف حكومات الدول لشو بتألف حكومات البلديات ما قدرت كمان تنجح بهذا الموضوع لانه ما عندها الامكانات بلديات شو بتعمل ما مربطلون ايديهم لالبلديات بياخدونهم المصريات ومتل ما هني بدون التوناج بيعملون متل ما هني بدون مين بيعرف شو كانوا عميوزهم طبعا والبلديات ما ربطلون ايديهم ما عندهم شي ما عندهم امكانات البلديات بعدين اليوم خاد موضوع بلديات جديدة رئيس البلدية انتواني شبارة صوروا له كيف حادث النفايات وطلعت على السنان وقامت لأيامي انا بقول انه انتواني شبارة بيستحق يتعلق له وسام على القليل معبليهم بكياس لأنه سكرهم عمل ضمن امكاناته افضل الممكن عمله انتواني شبارة شو بيقدر يعمل انتواني شبارة اذا بده يحطهم متر على حدوده وبتقوم لأيام علامة البلديات التانية وما بيقدر ينقل لهم محل بتبقى لك اكتر من هك راح من البلدية راحوا يحطوا يعني يرموا نفايات بمنطقة للبلدية ملك للبلدية بجديدة عالبحر اجت شرطة الشواطئ كمشت بوليسيت البلدية الشرطة البلدية كمشوهم وقفوهم انو كيف عم ترمز بالي وين بيخدهم الزلمة اجا غلفهم طي يقطع الجرسيم ويقطع الرويح وحطهم بمحل طي تكون كل الأمور واضحة وقت بدون يجو 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 بين البيوت بسهلا فيه انتخابات بلدية عم بيقولو شو وان يعني موضوع البلديات لا يتأثر كثيرا يعني اليوم العائلات ورؤسة البلديات ولمخاتير ما يتأثروا كثير بمسايا الأحزاب ما يتأثروا بهال الأمور هاي وعندك حزب الله وحركة أمل هني ديجا تفعوا وعملوا لجان مشتركة بين بعض وحطوا قلية العمل وقالوا نحنا نسبت الاتفاق والحصص اللي كانت موجودة بناتنا سابقا وماشيين فيها ما عندهم مشكلة إذا بصير انتخابات ولا ما بصير انتخابات وهاكي مع أنه هني ما كتير كمان يعني محمسين لموضوع انتخابات طبعا لأنه ملتيين يعني بالحرب السورية طبعا شغلة كتير كبيرة يا مناز صغيرة بيظل في عندك القوى المستقلة القوى المستقلة يعني من محي وطيار المستقبل طيار المستقبل الرئيس حيري بيأكد أنا ما عندي مشكلة أنه في طرابلوس فينا نعمل نحن فينا نعمل لاحة وفقية وعن بيشتغلوا عليها ببيروت ببيروت يعني طيار المستقبل بعده هو الماسك وهو الأقوى وهذا وصيدة وضعون جيد وإلى آخره فممكن ولكن هل الظروف الأمنية نرجع نقول نحن إلى حين كل شيء اليوم بالبلد عم بيتراجع نفايات مش عم بيقدروا لمو يادرين يعمنوا انتخابات بلدية هذا السؤال في خبر ورد هلأ على وكالة اف بي بيقول أنه دول مجلس التعاون الخليجي تقرر اعتبار حزب الله منظمة إرهابية هذا التدرج هذا التدرج في مواجهة حزب الله يعني كل العملية اليوم هي انطلقت من تحميل قوة 14 أدار مسؤولية الانهزام والخنوع في مواجهة حزب الله نحن مش عم نحكي إذا صح ولا خطأ نحن عم نحكي كيف عم بيفكروا وشو عم بيقولوا يعني وكمان هذا الأرار أنت غدات خطاب السيد حسن هنم حضرين عندهم عندهم ليحة طويلة عريضة بغض النظر هي ليحة طويلة موجودة هلأ هالليحة وحدي ورا وحدي عم بيطلعون ما لم يتم على الأقل ما لم يتم على الأقل التعهد بنقطتين أساسيين بأمرين أساسيين أول أمر هو وقف النشاط الأمني والمخابراتي لحزب الله في دول الخليج وفي يعني دول الخليج كلها مش بس بالصعودية يعني إن كان باليمن ولا الكويت ولا غيرها حتى بدون وقفوه باليمن وبالعراق طبعا طبعا وقف الأعمال الأمنية ونشاطات الأمنية المخابراتية للحزب بالبحرين وبالصعودية وبالكويت طبعا طبعا بالخليج وكان شيء وقف إطلاق الصواريخ السياسية والإعلامية من لبنان والحملات يعني الإعلامية والحرب النفسية باتجاه دول الخليج هؤلاء نقطتين أساسيتين بدون إياهم دول الخليج كحد أدنى لا يرجع ويعيدوا النظر بستراتيجيتهم يعني السعودية اليوم والخليج يعيد النظر بكل استراتيجيتهم بس يعني نتيجة هذا الأمر أصبح لبنان مش أولوية عند دول الخليج وأصبحوا اللبنانيين ليسوا أولوية عند الخليجيين وأصبح الكثير من اللبنانيين يعني كما كمان بيقولوا أو يتوقعون يكون مهدد وجودهم بالخليج بسبب هذه الأزمة مع حزب الله صحيح صحيح استاذ بسام هذا موضوع كتير حيوي اللبنانيين البعض أوقات بيتأخروا ليشوفوا ليطلقتوا الإشارات الأزمة اليوم ظهرت إلى العلن هلأ طافت للعلن ولكن هذه الأزمة من سنوات عم تتراكم السياحة الخليجيين بطلوا يجوا على لبنان مش مباري أكيد من ست سنين بطلوا يجوا من سنوات بطلوا يجوا ليه لأنه تعرض البعض منهم لعملية خطف فما بقى يسترجي المواطن الخليجي دولته عم بتحذروا متروح على لبنان بطل يجي على لبنان خمسمائة ألف سائح خليجي خسروا لبنان هون بلشت التداعيات الأزمة بعدين إذا بتشوف الصادرات الصناعية أكتر من خمسين بالمئة على الخليج الصادرات الزراعية أكتر من سبعين بالمئة بدوا الخليج عندك أكتر من خمسمائة ألف لبناني يعيشوا بالخليج بيبعثوا تقريبا ستين بالمئة من مجمل يعني تحويلات المغتربين للبنان هي من دول الخليج غير الهبات يلي كانت تجي والدعم يلي كان يجي والآخر هي لبنان من فترة لم يعد أولوية عند دول الخليج مش بس من وقت الصواح نحن من سنة لليوم شفنا أنه المساعدات السعودية يلي كانت عم تجي ل كان لمستشفيات أو دور عجزي أو أيتام أو معاهد تربوية يعني شفنا هون ما عم تجي جمعيات خارية مش عم تجي حتى مؤسسات إعلامية كانوا هن يرعوها ويساعدوها صار لهم سنة موقفين تماما عنهم هالمراجعة باستراتيجية الخليجية الكاملة ما صار فيه محاولة ليشوفوا شو المشكلة الحقيقية لا لا إذن نحن في تدرج في تصعيد دي المواجهة وبالأزمة بين لبنان وبين دول الخليج هنأخذ تاني بريك علينا ومنتابع نهاركم سعيد ونتابع الجزء الأخير بنهاركم سعيد من الـ LBCI مع الأستاذ جورج سولاج رئيس تحريص صحيفة الجمهورية اليوم كما قلت أستاذ جورج أنه بالآخر كلنا نطلين الوضع السوري وما سيحصل في سوريا اليوم هناك يعني وقفة طلق نار بس هش في سوريا هناك محاولات تجري لإيجاد أرضية لحل سياسي برأيك هل ستكمل هذه الأمور أم أنه الأمور لم تنضج بعد ووقفة طلق النار الهش سينهار كليا قريبا يعني وقفة طلق النار اليوم فينا نقول نحن أنه هذه استراحة المحارب في غرفة عمليات انشئت غرفة عمليات روسية أمريكية مشتركة بحاميمي يلي هي عم تتولى التواصل والإشراف على وقفة طلق النار وتواصل مع القوى المتحاربة يمكن مفاجأ أنه في ضابط أمريكي موجود بهذه غرفة الاتصالات بحاميميم هذا بيدل أنه فيه توافق أمريكي روسي على يعني على وضع الأمور تحت السيطرة ما بقول الحل لأنه الحل منه قريب حل طويل بعد والقتال سيتجدد ويتواصل ويكفي لأبعد الروسي طبعا يجرب أنه يخلص بسرعة الأجندة لأنه عنده أعباء كبيرة بالداخل الروسي العملة الروسية شفناها كيف انهارت من 30 إلى 90 روبل على الدولار الرواتب لموظفين الروس تم خفضة 30% مصارف روسية عم تسكر وفي بطالة كبيرة في مشكلة حقيقية يعني بروسيا اليوم ما بيقدر الرئيس بوتين أنه يظل يستنزف لفترة طويلة بالرمال السوري لذلك عم بيجرب أنه يخلص بسرعة ولكن بذات الوقت الأمريكاني معتمد سياسة الانكفاء وهذا آخر سنة للرئيس أوباما وفعل العلبات إذن ما أنه مستعجل بهذا الوقت وما يعني الأمريكان ما أنه بيعالق بمكان آخر ولكن المشاركة الروسية الأمريكية لا تكون كل الأمور تحت السيطرة يلي عم بصير تماما هو أنه أنه في إعادة رسم مش بس فقط لمستقبل سوريا وحدود الدولات السورية اللي بدأت تركب وإنما لا يعني حدود الدول كثير من الدول في المنطقة من ضمن العراق أو غير الإيران بهذا الوقت بالذات عم نشوف نحن أنه إيران في فكرة العقائدي والجيو السياسي تدخل على الخط للاستفادي من هذا البزار بالوقت اللي عم بصير فيه عملية إعادة رسم للخرايط بالمنطقة إيران العاصمة للإمبراطورية الإيرانية بقالوا نسيطر على أربع واصم نعم فشو يعني هذا الفكر اللي جيو السياسي والستراتيجي الإيراني مش أول مرة إيران يعني تخرج من حدودها ويعني تحاول أنه تمد نفوذها على دول المنطقة في أول مرة صارت بين القرن السادس والقرن الثالث قبل الميلاد وقت الإمبراطورية الأخمينية اشتاحت كل دول المنطقة وصلت على جبال الكوكاز ووصلت على بحر إيجي وحتى مصر حكمتها ومن بعد منها إجا الإسكندر المقدوني ودمر هذه الإمبراطورية بس هل مسموحي يكون نفوذ الإيراني بهذا الحجم في هذه المرحلة سيكمل بهذه الطريقة نحكي نحن أنه في عندهم تجربتين حكموا المنطقة خلال 300 سنة بهذه المرحلة الإمبراطورية الأخمينية رجعوا من بعد مننا بالقرن السابع بالإمبراطورية الساسانية كذلك الأمر أعادوا الكرة ورجعوا امتدوا على كل دول المنطقة كان وقته قوروش التاني الكبير يلي كمان اشتاح كل دول المنطقة وحتى ابنه اجا من بعده كمان أخذ مصر أخذوا تركيا وأخذوا مصر وأخذوا كل ورجع اجا الامبراطور الهيركل يلي كذلك الأمر هزم الامبراطورية الساسانية بنينوة وانتصر عليها واليوم عم نشوف نحن انه هذا الحلم التاريخي الإيراني عم بيجربوا اليوم يوظفوا ويستفيدوا من المناخ الدولي يلي عم بيستبدل سايكس بيكو بكاري لابروف عظيم بس بمسألة سوريا يعني أصبح واضح وأنه هناك صار قبول لفكرة أنه تكون سوريا دولة اتحادية ودولة مقسمة إلى كونتونات أو دولة مقسمة إلى دولات حتى الروس طرحوا هذا الموضوع هي عمليا اليوم إذا بننظر إلى خريطة انتشار القوى في سوريا بنشوف أنه نحن سوريا مقسمة على الأقل إلى أربع دولات يعني عندك منطقة النظام الشمال والساحل السوري حما حمص عم بيجربوا يضموا لهذه الدولة عم بيجربوا يضموا له حلب في منطقة تانية يلي فيها النصرة والمعارضة السورية بشكل كسيف يلي هني بإدلب عندك المنطقة المناطق الكردية إذا وصلوا ببعض على الحدود التركية الدولة الكردية كمان موجودة وجاهزة وهي أساسا اليوم تتمتع بما يشبه الحكم الزاتي وكذلك الأمر بتضل فيه منطقة داعش يلي هي تمتد من حلب باتجاه الحدود العراقية وهي منطقة كبيرة ولكن ثلاثة رباعة صحراوية يلي هي تحت سيطرة دولة الخلافة اللي يسموها دولة الإرهاب دولة داعش عندك مناطق جنوب كمان يعني كمان حتى بالسويدة في الوجود درزي مناطق صغيرة إذا بدون يعملوا كمان أحكم زاتي أو دولي كمان للدروز بيصيروا خمسة يعني عم نقولك أنه على الأقل أربع مناطق إذا بدنا نحسب الدروز بالجنوب بيصيروا خمس مناطق ترجع توحد سوريا لحد اليوم ما في نظرة عند حدا حول مستقبل سوريا والاتجاه العام واضح تماما أنه إعادة رسم إعادة رسم الجغرافية السياسية فكيف ترسوا هذه الحدود الدم والحروب هي التي تحدد هذه المساحة إذا كان الروس أكملوا وسكروا الحدود بين تركيا وبين سوريا فحصلت الدولة الكردية وهي حاصلة هذا طبعا داعش هل يسمح الأتراك بهذا الموضوع؟ بالنسبة للأتراك هذا يعني يضرب الأمن القوم التركي تركية ستفعل المستحيل لمنع يعني تسكير الحدود وأساسا صار كثير دي المنطق يلي بيقدروا يتحركوا منها الأتراك وما بيقدروا الأتراك يحلوا دولة كردية ولكن عم نشوف الأمريكان وعم نشوف الروس هني عم بيشجعوا الدولة الكردية أو عم بيشجعوا إذا بدتك هالمناطق الكردية وحاطينا نوع من خط أحمر بس كمان عم نشوف عم نلاحظ مثلا أنه الأتراك يقومون بإدخال قوات للمعارضة السورية عن طريق الأراضي التركية لقتال القوات الكردية صحيح لقتال المجموعات الكردية التي تحاول السيطرة على المناطق في حلب وغير حلب صحيح كل دولة قوية في العالم تعتبر أن الدولة التي جارتها هي حديقتها الخلفية شفنا كيف روسيا دخلت على أوكرانيا بلحظة سياسية معينة شفنا كيف السعودية دخلت إلى اليمن والبحرين كحديقة خلفية لأنه هذا شيء بمس أمن القومي شفنا حتى حزب الله خرج من لبنان إلى سوريا للقتال مش لأنه يعني كذلك الأمر لأنه النظام السوري صار ضعيف وضعيف جدا وصار بشكل سقوط النظام تهديد للأمن القومي لحزب الله ولإيران هذا شيء طبيعي يعني أنه ما في ما في واحد ينكر مصالح دولة مثل تركية في دولة مثل سوريا يعني ألوانا لا يزال معقد بشكل كتير كبير في سوريا طبعا معقد وطويل ومستمر والمعارك ستستمر ولكن بلش تتبين الحدود يعني وقت اللي شفنا أنه أولا القوات الروسية ما ضربت داعش حتى النصرة ما عم تقرب عليها ضربتها قليل كل المناطق اللي عم تضربها هي مناطق اللي فيها مسلحي المعارضة السورية ما هيك؟ طيب بالمقابل اجهوا الروس وقت اللي وقت اللي وصلوا على مشارف حلب على ريف حلب وقفوا الضرب طلع الرئيس الأسد وقال بتصريح لقاله أنه نحن الجيش السوري النظامي سنحرر كل الأراضي السورية طلعوا له رسالة صغيرة من السفير الروسي بالأمم المتحدة قال له مش أنت بتقرر نحن المنقرر نحن المنقرر إذن حدود اللعبة حدود حلب المعركة النهائية هي على حلب هل حلب بيخذ النظام بيعطوها للنظام الروس ولا ما بيعطوها للنظام واضح صار أنه عم بيحكي الروسي صار بفيدرالية كاريا عم بيحذر من تقسيم سوريا السوريا اللي منعرفها راح تنتهي شو مستقبل سوريا واضح أنه رايحين إلى عملية تقسيم لسوريا لأكتر من أربع أو خمس دولات هلأ بيصيروا ضمن إطار كونفيدرالي ضمن إطار أي شو النظام السياسي اللي بدون يعتمده هذا كله بالمفاوضات طب بس هذا ينعكس على لبنان كمان بالآخر ما في خوف كمان أنه هذا النظام السياسي الموجود في لبنان أن يتغير برمته ولا كيف طبعا في خوف على النظام وهلأ بهذه المرحلة ما حدا عم بيقرب صوبنا لأنه ما بدون يهزوا الأمن والإستقرار وحكينا له الأسباب الأمن والإستقرار صحيح ولكن إذا كانوا اللبنانيين بعملية عجن المنطقة مثل ما قال السيد حسن نصر الله وإعادة خلط الأوراق والحدود فبدون شك أنه لبنان هو لبنان ضعيف وكيف إذا كان منقسم على نفسه بيصير أضعف وأضعف لذلك لابد من أنه يكون فيه يعني توافق على مستقبل لبنان أيضا مستقبل النظام السياسي في لبنان لأنه كل ما يكون متوحدين أكتر ما حدا بيقدر يفوت عليك ويلعب لك بالنظام كثير من يعبس كمان أنه اليوم هل بعد فيه دور ممكن يلعب لبنان بهذه المنطقة إذا لم يكن له من دور لش بدوا يهتموا الدول فيه لش بدوا يجربوا إلى أولو نظام سياسي جديد أو لش بدوا يجربوا يرمموا هذا النظام أنه شو هو الدور اللي ممكن يلعبوا لبنان بعد في هذه المنطقة هو دور لبنان بغض النظر حزب الله ولا يؤثر ولا يؤثر دور لبنان ممكن يكون دور فكري دور ثقافي دور انمائي دور حضاري دور حواري هذا الأدوار اللي بيقدروا يلعبوها اللبنانيين وهذا الشي اللي بيعملوه على مستوى القدرات الخاصة على مستوى الكفاءات الخاصة على مستوى القدرات الخاصة اليوم كل دول الدول العربية عم نشوف نحن أنه فيه أدمغة لبنانية هي شريكي في بناء يعني هل تطور يلي عم تشهدوا هذه الدول مش بس هذه الدول يعني يشهدوا العالم يعني أنا كنت الموبايل وورد كونجرس ببارسلون فيه تقريبا كان شي 300 400 مهندس لبنانيين موجودين بالشركات العالمية يساهمون بتطوير كل التقنية الجديدة اللي إليها علاقة بالموبايل ممتاز تأكيدا لكلامك أستاذ بسا شفنا السفرة الألمانية كيف فتحت الباب لأنه هني بحاجة إلى 80 ألف مهندس بالمرحلة المقبلة فتحوا الباب أمام المهندسين اللبنانيين وأخذوا أول دفعة من المهندسين اللبنانيين اللامعين جدا والنابغين إلى ألمانيا على حسابهم هني هني الألمان فتحوا باب الهجرة للأدمغة اللبنانية في قطاع الهندسي تأديرا للكفئات اللبنانية يعني تكاد ما بتشوف بالعالم محل فيه نجاح ألا ما بتلاقي فيه بصمي لبناني موجودة في ذلك المكان ما عدا عندنا هون نحن هون الله يعيننا أنا بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم شكرا لك ولللبيسي وللمشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيك ومشاهدين أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة